اهلا بكم الى هذا الموجز ارتكبت قوة الاحتلال للصهيوني 10 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها تسعون شهيدا ومائة واربعة وستون مصابا وافادت مصادر طبية بان حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع اكتوبر الماضي ارتفعت الى تسعة وعشرين الفا وسبعمائة واثنين وثمانين شهيدا وسبعين الفا وسبعمائة واثنين وثمانين مصابا في حصيلة غير نهائية اضافة الى الاف الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات ذو انتشلت طواقم الاسعاف جثمين 17 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ فجر الاثنين وفق وكالة الانباء الفلسطينية استشهد عشرة فلسطينيين على الاقل واصيب اخرون مساء الاحد جراء استهداف قوات الاحتلال الصهيوني فلسطينيين على الطريق الساحلي غرب مدينة غزة وافدت وكالة الانباء الفلسطينية بان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص من المسيرات وقذائف المدفعية سوب عشرات الالاف من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع على الطريق الساحلي ما ادى الى استشهاد عشرة فلسطينيين على الاقل واصابة خمسة عشر اخرين تم نقلهم الى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة اكد الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيراش الا الشيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غوتيراش في كلمته عند انطلاق اشغال الدورة الخامسة والخمسين لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنوب الاثنين حذر من انهيار القانون الدولي الانساني في ظل ازهاق ارواح عشرات الاف المدنيين في غزة الامين العام للامم المتحدة اعتبر ان الاجتياح الصهيون المحتمل على مدينة رفح سيدق المصمار الاخير في نعش برامج المساعدات وفق تعبيره سجيدة فلسطيني اليوم الاثنين متأثرا باصابته اثر قصف قوات الاحتلال مركبة بمخيم جنين الخميس الماضي واعلنت مصادر طبية في مستشفى رافيديا بمدينة نابلس عن استشهاد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين بعد ايام من الاصابة وكانت القوات الصهيونية قد قصفت مركبة مدنية في مخيم جنين مساء الخميس الماضي ما اسفر حينها عن استشهاد الشاب والطفل واصابة خمسة عشر اخرين بينهم خمسة اطفال على الاقل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين تمانية فلسطينيين ضمنهم ثلاثة اطفال اثناء شنها عملية اقتحام بمحافظة رام الله وافدت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مصادر امنية بان قوات الاحتلال اقتحمت قرية ومخيم دير عمار غرب رام الله واعتقلت ثلاثة فتية لا تتعدى اعمارهم سبعة عشر عاما المصادر ذاتها اضافت ان القوات الصهيونية اعتقلت ايضا خمسة فلسطينيين من بلدة سلواد شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها تستأنف محكمة العدل الدولية في لهاي الاثنين اخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التابعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للامم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول اثار الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ اكثر من سبعة وخمسين عاما واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة ايام بين التاسع عشر الى السادس والعشرين في فريل جاري للاستماع الى احاطات اثنين وخمسين دولة اضافة الى الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ختام الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الالكتروني للقناة في الخدمة الى اللقاء اشتركوا في القناة